عناصر موضوع الوحدة الـ 11 صنع القرار واتخاذه عناصر هذا الموضوع يتكون هذا الموضوع من العناصر التالية من أهمية القرار باعتبار أن القرار عملي يجب أن تستند إلى قاعدة واسعة من المعلومات المتخصصة والدقيقة وسنشير في هذه المحاضرة إلى أهمية القرار باعتبار أن المديرين والمشرفين التربويين والمعلمين والطلبة يقومون باتخاذ قرارات لا حصلة لها تأثير فعال على العملية التربوية وهذه القرارات ينبغي أن تبنى على أساس أخلاق ما بعمل حاجة العاملين في المؤسسة التربوية كما سنشير إلى أهمية المشاركة في عملية اتخاذ القرار مفهم صنع القرار ستتم الإشارة في هذه المحاضرة إلى القرار باعتباره عملية ذهنية تطلب قدرة من التصور والمبادئة والإبداع الإشارة إلى الفرق ما بين صنع القرار واتخاذ باعتبار أن اتخاذ القرار هو عملية اختيار بديل من بين عدد من البدال أو الاحتمالات لتحقيق أحداث معينة وأن عملية صنع القرار عملية يتم فيها تحليل المشكلة القائمة وتحديد البدال والحلول الممكنة وتقييم البدال الاختيار البدال الأكثر مناسبة للغروب بيئة العمل ثم اختيار الحل الأنسى أو الأنسى كثير من الناس يخلط ما بين عملية صنع القرار وعملية اتخاذ بينما صنع القرار يجتمل على مراحل كثيرة أما عملية اتخاذ القرار فهي مرحلة واحدة ضمن عملية صنع القرار مراحل تحديد المشكلة وتعريف المشكلة مرحلة جمع المعلومات مرحلة تصريف المعلومات وتحليلها مرحلة المفاضلة بين الحلول المقترحة مرحلة اتخاذ القرار مرحلة المتابعة والمراقبة لاحظوا أن هذه الست مراحل من مراحل القرار تقريباً لا تختلف لأي مستوى من المستوى الإدارة التعليمية سواء على مستوى مركزية أو على مستوى محلية أو على مستوى الإدارة المدرسية يعني هي إقراءات منطقية إقراءات علمية ينبغي أنه نتعامل مع المشكلات والصعوبات والعواقع التي تتخذ العمل التربوي بناء على هذه المراحل كما سنشر إلى أربع عوامل تلخص عملية نجاحة لاتخاذ القرار وسنشر في هذه المحاضرة إلى تقديم نصيحة لصنع القرار الجيد بالإشارة إلى خمس معوقات تعيق المتخذ القرار كما سنعطي في نهاية المحاضرات تنبيهات لمتخذ القرار تمنعه من الوقوع في إشكال معينة